قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فالإسلام هو دين الأمانة ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الملقب بالصادق الأمين ولا يتحقق كمال الإيمان إلا بالتحلي بالأمانة خلقا وسلوكا ففي الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له بل إن ضياع الأمانة مؤذن بخراب الأرض وقيام الساعة قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ومفهوم الأمانة في الإسلام مفهوم واسع ليس مقصورا على الودائع من النقود والعقود فقط فالأمانة هي كل حق لزم كأداؤه وحفظه فهي داخلة في الدين والعرض والمال والعلم والولاية والشهادة والكتابة والأسرار وسائر أنواع المعاملات وأصلها أمران أمانة في حقوق الله تعالى وأمانة في حقوق البشر وكلها يؤمر الإنسان بأدائها والتحلي بالأمانة له ثمرات عظيمة تعود على الفرض والمجتمع منها أنها تحفظ الدين والعرض والمال أنها من أهم أسباب البركة والنماء وسعة الرزق والسعادة في الدنيا أن الأمين يحبه الله ويحبه الناس قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا أتمن وليحسن جوار من جاوراه أن المجتمع الذي تفشو فيه الأمانة مجتمع آمن مترابط قال صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من اتمنك ولا تخن من خانك